هذا الموسم يعني من أشد المواسم اللي فاتت ارتفاعا في غلاء الأسعار طبعا الأسعار السنة هادي تختلف عن أسعار السنة الفاتت ما يقارب 2 شكل لعلي سعر للكيلو الواحد للعجل يعني السنة الفاتت كان العجل البرتغالي ينباع بعشرين شكل ونص أو بعشرين شكل السنة بشهد 22 شكل ونص لـ 23 شكل العجل السنة من 21 شكل لـ 21 شكل ونص العجل الهولندي بـ 19 شكل ونص طبعا هذا الارتفاع في ظل ركود تام للبيع في حركة السوق في قطاع غزة طبعا الأسواق رائقة جدا احنا هنا عندنا الضاعة زي ما صورت زي ما شفت وان شاء الله لربنا يبعث لنا الرزق بإذن الله تعالى ننتظر الرزق من الله عز وجل الارتفاع غلي عالمي يعني احنا طب تعرف انه احنا عندنا ما فيش موارد يعني نولد ونعمل هيك كل المواشم عندنا نستردها استراد سواء من جمهورية مصر العربية أو من الداخل المحتل الارتفاع كان في المستوردين كان عندهم ارتفاع في الأسعار الخرفان برضو حتى الآن سعر الخروف العساف الوزن اللي تجيل بده خمسة ونص الوزن الخفيف بده من ستة لستة لربع برضو في ارتفاع الخروف وهذا الارتفاع اللي اجيه أنا سبقته في القول طبعا الأعلاف اجيها غلي مش طبيعي كان طون العلف ب1650 شكل اليوم طون العلف 2150-2002 شيكل طبعا هذا الارتفاع في ظل الحرب الأوكرانية الروسية طبعا طلع سعر العلف ولليوم ضلوا طالع هذه الأصناف التي ذكرتها الأصناف الهولندية والأصناف الأوروبية بشكل عام هي أصناف تلبي رغبات كافة الفئات التي ترغب بالحصول على أضحية إن كانت مواطن بشكل فردي إن كان مجموعة من الأفراد طبعا ضمن اشتراك معين حسب المعلوم والمعروف لدينا أو إن كان جمعيات ومؤسسات خيرية ترغب بذبح كميات كبيرة لسه الموسم لسه ما بلشش كل الأمور اليوم ماشي نظام في الجمعيات الخيرية كل الأسعار غالي عشان هيك ما فيش حرق فيش تقدم في الناس لأنه يشتري عجل كامل اليوم اللي كان ياخد عجل صار ياخد حصة اللي كان ياخد مثلا بده عجل صار ياخد حصة اللي بده خروف صار ياخد حصة ما فيش سيولة في البلد يعني فيش مصاري إنهم ياخدوا بالكميات اللي قبل يعني مستحلة تقارنها في اللي قبل يعني اللي قبل قول دخل عنا عشر تلاف اليوم ما دخلش عنا خمس سلاف ست تلاف الأسعار الغالية مش طبيعية جنونية الأسعار يعني السعر كان بعشرين اليوم بثلاثة وعشرين اللموزين هذا أفضل عجول للناس اللي ترغبها ترجمة نانسي قنقر